أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأة أخرى عزيزي المشاهدين إنه الفترة اللي جاية فيه كل يومين ثلاثة مباراة تقريباً ويمكن انت عددت بنفس هذه الفترة كمدر بقى وكمدير فني بترى هذه الفترة إزاي في ظل حالة الإجهاد اللي حتبقى موجودة كمان أكتر خلال الفترة اللي جاية إذا كان ده حصل في مطش الهلال وناس بتقول إجهاد طب ما بالك في المباريات القادمة إيه اللي حيصل ده هنا بقى كابتن إسلام بيبقى دور المدير الفني ودور الجهاز اللي معاه زاي بقى يعني الشرحلين على المدير ده بقى ماشي ازاي لا هو أكيد بقى الراجل بيقلل حمل التمرين خالص وما فيش يعني حتى التمرينات البدنية بتقل خالص بيبقى فيه دايما بيبقى دور كبير بقى قوي على الناس الجهاز اللي هو المدلكيين لا الجهاز الطبي بقى اللي هم دول بيعملوا دايما الاستشفى والمساج اللعيب خلاص انت هو فورمة المباريات موجودة فانت مش مطالب اللي انت تعلق بالحمل البدني بتاعه فيا دوب بيبقى كلها تمرينات بس ايه تفويق وبيطلع بقى بيعمل الركوفر بتاعه اللي هو اللي استشفى يعني فالمبارات هي دايما اللي بتجيب نفس اللعيبة زي ما بيقول فانت لما بتلعب النهاردة وبتجي من صفر وبعدين تلعب يوم الثلاث مع المقصة مباراة كبيرة وبعدين بتريح بعدها بيوم ولا يومين وبعدين بتخش معسكر عشان تلعب سانداونز في أفريقيا فكمل ده كل ده كابتن اسلام بيبقى حمل مش بدني بس وحملة لا ده حمل بدني وعصبي وزهني وكل حاجة فده بيبقى عبء كبير على الجهاز الفني وأكيد مستر موسيماني عارف الموضوع ده وجهاز المعاون كله عارف ده فأكيد بيبقى كلها تمرنات فرش كاب اللي هي تفويق بس اللعيبة بس كده ممكن بس يعني يزود مثلا شوية على الناس اللي هي مش بتشارك اه لما بتلعش لكن الناس اللي بتشارك بتعمل حاجات خفيفة كده وبتطلع تعمل ركو بس ده كان تاني يوم المباراة يعني انها غالبا كالفترة دي برضو بتلعب كل 3 اربعة ايام مباراة كنا كده اه نفس نظر كان تاني يوم المباراة الصبح مثلا تلاقي مجموعة بتتمرن بدني وخوية جدا اللي ما شاركوش بقى اللي ما شاركوش بقى ده لازم يزود لكن بعد كده بيبقى تمرين واحد بيبقى تمرين واحد بس ليه دايما بيعمل كده عشان الناس اللي ما بتشاركش تبقى دايما في نفس الفورمة مع الناس اللي بتشارك او قريبة عشان لو حتى احتاجك حد في تغييرات في حاجة حد اللي قدر الله تصاب حد توقف بتلاقي دايما اللي موجود لكن ماينفعش كله يعمل الريكاور الريتشن مهم جدا في مثل هذه الظروف مهم بس مش يعني مش بكترة ماينفعش اعمل اشيل مثلا خمسة ستة من الناس كلها من الفرقة ولاعب ناس يعني بيبقى صعبة وممكن اعمل روتشن مثلا في واحد اتنين اكتر ناس مثلا مجهدة يعني مثلا ممكن مبارات المكاسة دي الراجل يفكر مثلا واحد زي عمرو السلية واحد زي حمدي فتحي الناس اللي هي جاية من كاسم حمد عب مينعم وليهم البدائل اللي موجودة كويس فاهم يا كابتن لكن ماينفعش لانا راح شايل ست سبع لعيب مرة واحدة بتحس انت بتقطم الفرقة فلكن ممكن ايو بس خلي بالك انت يعني لو كلمنا بهذا المنطق برضو نادي الاهلي في اولا مبارياته امام مونتريل مكسيكي في كاس العالم الاندية كان فاقد اربعتاشر لاعب ما هو ده مست النادي الاهلي بقى تماما كابتن الفرقة الكبيرة لزي النادي الاهلي بيبقى دايما عنده تلاتين لعيب جاهزين هو كمدير فني بيبقى مجهز كل الناس فهو دلوقتي مسلماني خلاص عارف اللي هو ماسك نادي كبير وفرقة كبيرة فعندي من البدائل اللي انا النهاردة ممكن اشيل اي حد ولعب اي حد الموضوع عادي يعني مش هيبقى فيها قلق شوية فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة له انا اعتقد لكن برضو مع ذلك اللي بطولة الدوري برضو حاجة مهمة انا مش بلعب بطولة اي كلام اللي بحس اللي انا اللي لو تعادلت او فسرت لا احنا ما بنضيعش نقطة خصوصا في ظل تعادل الاخير للمنافس النادي الزمالك اه طبعا قبلوا البرامدز برضو تعادل وبالتالي انت كده من بدل الامور بتبقى لطيفة يعني بتبقى احسن يعني لو انا خدت مبارات المقصة اكيد انا بضيف للنادي الاهلي ثلاث نقط بيبقوا مهمين في مشواري وبعدين نفسيا كمانا كابتن اسلام لما خش على افريقيا وانا كاسبان لا الموضوع بيختلف غير لقدر انا ما بتخش وانت متعادل واحنا شفنا فريد المنافس مثلا اتعادل او خسر من سموحها بعدين راح رايح على مبارات امبارح تعادل فدايما المكسبة كابتن اسلام بيجيب مكسب فبتبقى حاجة كويسة اللي انت ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي في مبارات المقصة يكسب بيروح داخل على صند اونز عنده هنا فالكايرة يكسب فبالتالي المكسب دايما بيجيب مكسب يجيب مكسب اقى اقى